لكن خلونا نبدأ بتطورات الأحداث السريعة وبينما نحن نتحدث الآن وصلت إلى القاهرة وفود حماس وإسرائيل لمتابعة المفاوض جديد بعد أن قالت إسرائيل أن النسخة التي وافقت عليها حماس بالأمس مختلفة عما وفقت عليه إسرائيل مسبقا الوفد الأمريكي أيضا موجود بالقاهرة وهناك وفد قطري أيضا موجود بالقاهرة والمفاوض المصري مستمر في محاولة حثيثة وشاقة للتوصل لهدنة على ثلاث مراحل تمتد لمائة وأربعة وعشرين يوما وتؤدي في نهايتها إلى وقف لإطلاق النار ميدانيا سعدت إسرائيل من عملياتها العسكرية في رفح أمس ووصلت بقواتها البرية إلى معبر رفح محور فلادلفيا الشريط الحدودي الفاصل مع مصر والممتد 14 كيلو متر وأغلقت المعبر ورفعت العلم الإسرائيلي بدلا من العلم الفلسطيني هناك لأول مرة منذ انسحاب إسرائيل من قطاع غزة منذ 19 عاما يعني من 2005 وبهذا يكون المعبران الوحيدان لمرور المساعدات الإنسانية لأهل غزة مغلقين كرم أبو سالم بعد هجوم حماس عليه منذ يومين ورفح الذي أغلقته إسرائيل اليوم ونحن هنا نتحدث عن وضع إنساني شديد الخطورة شديد التعقيد مع تدهور الأحوال الصحية في غزة وتوقف المساعدات ومنع خروج المصابين للعلاج اللي كانوا بيخرجوا من معبر رفح لا كل قائمة المصابين اللي كانوا خارجين يتعلجوا عن طريق معبر رفح لم يتم خروجهم المساعدات اللي بتدخل مكدسة عند معبر رفح المصري معبر رفح مغلق من الجانب الفلسطيني وإسرائيل عند معبر رفح لأول مرة من 19 سنة منذ انسحاب إسرائيل من قطاع غزة أحاديا في 2005 الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد 54 فلسطيني جراء القصف الجوي المستمر خلال آخر 24 ساعة والخارجية المصرية وبعد التصعيد أدانت بأشد العبارات العملية العسكرية في رفح وسيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني من المعبر واعتبرت مصر هذا التصعيد يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون على معبر رفح البيت الأبيض من جانبه قال إن إسرائيل أبلغت واشنطن إن عملية رفح محدودة بينما قال نتنياهو إن عملية رفح تهدف في الأساس للضغط على حماس وإعادة المحتجزين ترجمة نانسي قنقر